بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 15 لمجلس الوزراء الأحد الموافق 7 نيسان 2024 استجابة لحادثة الهارثة في محافظة البصرة وافق مجلس الوزراء على ما يأتي أولا قيام محافظة البصرة بتنفيذ المشروعات المدرجة في أدنى ضمن خطة المحافظة لعام 2024 على أن تمول كبرامج خاصة من إيرادات المنافذ الحدودية لعام 2024 وتتضمن المشاريع أليث انشاء مدارس على جانبي طريق بصر بغداد للحيلولة دون عبور الطلب من الجانبين باء انشاء جسور مشات عابرة لشارع بصر بغداد جيم تجهيز وتنفيذ علامات مرورية ومعدات لهندسة المرور تحذيرية لشارع بصر بغداد والمطبات الصناعية ثانيا استثناء المشروعات المذكورة في الفقرة واحد آنفا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنيا لسنة 2014 وافق مجلس الوزراء على ما يأتيه أولا إرسال عشرة ملايين لتر من مادة القاز إلى قطاع غزة ثانيا استقبال الجرحة من قطاع غزة لتقديم العلاج في المستشفيات الحكومية والأهلية في العراق الموافقة على إصدار تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2024 استنادا إلى أحكام الدستور وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و24 و25 مع الأخذ بعين الاهتمام توصيات مجلس الدولة وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحديد النسبة في كل حالة بشكل منفصل وتعرض على مجلس الوزراء تخويل وزير التخطيط صلاحية استقطاب الشركات الفاحص الرصينة المعتمدة للتعاقد معها للقيام بعملية فحص البضائع المصنعة داخل العراق والبضائع غير المفحوصة في بلد المنشأ التي تكون من مسؤولية وزارة التخطيط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية وفقا لضوابط يصدرها وزير التخطيط الموافقة على ما يأتي تقدير وزارة المالية قيمة قطعة الأرض المرقمة 2 على 204 مقاطعة 15 الدهنة البالغ مساحتها 20 دون من على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل وبيعها إلى المجمع العلمي العراقي مع شطب 50% من قيمة بدل الأرض استنادا إلى القوانين النافذة الموافقة على توصية لجنة الأمر الديواني 23.520 لسنة 2023 الخاصة بمشروع مدينة الصدر الجديدة التي تتضمن أولاً تعديل اسم المشروع ليصبح إنشاء مدينة الصدر الجديدة بدلاً من البنى التحتية إعمار مدينة الصدر المرحلة الأولى ثانياً زيادة المبلغ الكل المخصص لمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة من حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية الموافقة على إهداء وزارة الداخلية 177 عجلة متنوعة إلى هيئة الحجد الشعبي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 150 لسنة 2022 وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24132 بحسب الآدي شمول هيئة الحجد الشعبي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدل السعر التجاري مساواتا بوزارتي النقل والتجارة نظرا لما تقدمه الهيئة المذكورة آنفا من خدمات وأعمال في المجال الخدمي والجهد الهندسي تعديل قرار مجلس الوزراء 23738 لسنة 2023 الفقرة الثانية منه ليكون قيام الشركات الاستثمارية بتمويل وتجهيز مواد وتنفيذ خطي بازيان كاركوك 400 كيلو فولت وأربيل سنتر شرق الموصل 400 كيلو فولت بدلا من خط أربيل غرب الموصل 400 كيلو فولت وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقود شراء الطاقة مع شركتي كار وقيوان وملحق عقد مع شركتي أربيل وسليمانية ابتداء من تأريخ التجهيز بحسب الاتفاق مع وزارة كهرباء الإقليم كونهما يحققان مرونة واستقرارية أكبر في تصريف الأحمال للطاقة المجهزة في محافظتي أربيل والسليمانية لمنظومة الشبكة الوطنية إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24063 بحسب الآتي واحد إلزام المستثمرين الذين يحصلون على إجازة بناء أو إجازة استثمار لبناء المجمعات السكنية والمدن والمجمعات التجارية أفقي أو عمودي الجديدة التي هي قيد الإنشاء سواء بالاستثمار أو على حسابهم الخاص بتطبيق مدونة العزل الحراري للأبنية بحسب المحددات المبينة في المدونة فضلاً عن إلزام الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة بتطبيق ذلك في أبنيتها الجديدة كمرحلة أولى ومن ثم تحقيقها للأبنية القائمة كمرحلة ثانية وبإشراف وزارتي التخطيط الجهاز المركز للتقييس والسيطرة النوعية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دائرة المباني على أن يتم شمول الأبنية والمجمعات السكنية والتجارية القائمة حالياً في المرحلة الثانية وبإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دائرة المباني اثنين ينفذ هذا القرار بدءا من واحد تموز الفين واربعة وعشرين اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد اربعة وعشرين الف ومية وعشرة لسنة الفين واربعة وعشرين المتعلق بسعر محصول الحنطة لهذا العام بحسب الآتي واحد اعتماد السعر المثبت في قرار مجلس الوزراء رقم مية واربعين لسنة الفين واثنين وعشرين للموسم الحالي حصرا الفين وثلاثة وعشرين الى الفين واربعة وعشرين بمبلغ ثمانمية وخمسين الف دينار للطن الواحد اثنين قيام وزارتي التجارة والزراعة بدراسة اسعار شراء محصول الحنطة للمواسم الزراعية القادمة على وفق اسس محددة وهي تكاليف انتاج واقعية اسعار سوق عالمية اي متغيرات ممكن ان تطرأ مستقبلا للحصول على سعر منطقي يحقق عائدا معقونا للمزارعين واقتراح سعر يميز المحصول المستخدم فيه طرق الريب التقنيات الحديث عن غيرها قبل موسم الزراعة وتحديدا في شهر تموز وتقدم دراسة للمجلس الوزاري للاقتصاد لتحديد سعر الشراء الموافقة على ما يأتي واحد تعديل قرار مجلس الوزراء 23608 لسنة 2023 بشأن مبادئ التعاون لبرنامج الطاقة في العراق مع شركة سيمنز الألمانية المرحلة الثانية بإضافة العبارة الآتية إكمال إدراج المشروع قبل الإحالة والتوقيع بما يضمن توفير التخصيصات اللازمة لإكمالها اثنيا اعتماد العبارة المثبتة في الفقرة واحد المذكور آنفا مستقبلا في القرارات جميعها المتعلقة بموضوعات الإحالة والتوقيع إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24090 التي تتضمن إلغاء الفقرة أربع من قرار مجلس الوزراء المرقم 24012 لسنة 2024 وتحديد مدة ثلاث سنوات حدا أقصى بدءا من تأريخ إصدار هذا القرار لأصحاب معامل الطابوق لاستبدال وقود التشغيل من النفط الأسود إلى الغاز ومنحهم قروضا ميسرة لهذا الغرض وفيما يتعلق بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تعاني من الاندثار والتوقف خلال السنوات السابقة أقر مجلس الوزراء ما يأتي الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مجمع سكن الأطباء لمستشفى زين العابدين عليه السلام الموافقة على ما يأتي زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس بناء جسر في محافظة ديالة يربط قضاء الخالص بقضاء خانقين اثنيا إحالة موظفي محافظة ديالة إلى لجنة الأمر الديواني خمسمية وتسعة بسبب الإشكال الذي قاموا به وتتحمل محافظة ديالة صحة المعلومات ودقتها والبيانات المقدمة إلى وزارة التخطيط الموافق على ما يأتي واحد زيادة الكلفة الكلية لمشروع إعادة إنشاء أبنية تابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لمديريتين ماء الأنبار وبلديات الأنبار اثنيا زيادة مقدار الاحتياط للمكونات إعادة إنشاء مديرية بلدية الحبانية ومديرية بلدية الفلوجة ومديرية ماء الفلوجة الموافقة على ما يأتي واحد زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء طريق رماد حديثة بطول 20 كيلومتر وإنشاء طريق رماد حديثة ممر ثاني بطول 36 كيلومتر لتنفيذ تعويضات عن الأعمال غير المنجزة عن فرق سعر صرف الدولار مقابل الدينار اثنيا زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء الممر الثاني لطريق رماد حديثة بطول 56 كيلومتر المرحلة الأولى المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دائرة الطرق والجسور لعام 2023 الموافقة على ما يأتيه أولا إدراج مشروع الأعمال التكميلية لإنشاء جسر حويج آلب محل وزيادة كلفة المشروع الرئيس ثانيا إدراج مشروع الأعمال التكميلية لإنشاء حدائق ترفيهية تتضمن ملاعب خماسية وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس ثالثا إدراج مشروع الأعمال التكميلية لمشروع تجهيز آليات إلى مديرية بلدية حديثة ضمن مشروع مكونات تجهيز آليات على مديرية بلدية حديثة فارشة إسفلت نوع فالفو وحادلة استيل ألماني مع حادلة مطاطية ألماني وزيادة كلفة المشروع الرئيس رابعا إدراج مشروع الأعمال التكميلية لإنشاء بناية كلية التربية في القائم ضمن مكونات مشروع إنشاء وتأهيل مختبر وقاعات دراسية وأقسام داخلية لجامعة الأنبار الرمادي والفلوجة والقائم مع زيادة كلفة المشروع الرئيس وفي إطار جهود الحكومة لحل الإشكالات القانونية بين العراق وبعض الشركات الإيطالية للفترات السابقة قرر مجلس الوزراء ما يأتيه واحد تكليف محام السفارة العراقية في روما لغرض رفع الحجز وغلق جميع الدعاوة التي أقامتها شركة أومني بول عن الدين بعد إكمال إجراءات التسوية اثنياً يتم تحديد مدة ستة أسابيع لتوقيع اتفاق التسوية بعد موافقة مجلس الوزراء على دفع مبلغ التسوية والبالغ 10 مليون دولار وتخويل السفير العراقي في روما على توقيع اتفاقية التسوية اثنياً يتم تحديد مدة ستة أسابيع لتوقيع اتفاق التسوية بعد موافقة مجلس الوزراء على دفع مبلغ التسوية والبالغ 7 ملايين وخمسمائة ألف دولار وتخويل السفير العراقي في روما على توقيع اتفاقية التسوية 8 ايداع مبلغ التسوية المطالب به بعد توقيع اتفاق التسوية بحساب السفارة العراقية في روما كونه حساباً محصناً لحين الانتهائي من إجراءات رفع الحجز من قبل الشركة وتخويل السفير بتحويل المبلغ إليها بعد استكمال الإجراءات القانونية مع إعداد محاضر رسمية للتسوية مع السفارة العراقية في روما شكراً